اشتركوا في القناة 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 لم اكن احس بمرور السنوار ايامي سواء ليلي ونهار عمل ونو طعام وسهر حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة استيقظت ساعة الحارية عشرة فضر ما يزال الوقت مبكرا اقول لكن لا يهم اخذت دشا سريعا لبست وتعطرت وهممت بالخروج استوقفني منظره منظر صالم كان يبكي بحرقة انها المرة الاولى التي ارى فيها سالم يبكي مكان غفلا اخرج ام ارى مما يشكو سالم قلت لا كيف اتركه وهو في هذه الحالة اهو الفضول ام اشتفقه لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع صوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما به يترى اكتشف ان ابني يهرب مني الان احسست به اين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرفته رفض ان يخبرني في البداية سبع بكائه وتحت اصراري عرفت السبع تأخر عليهم شقيقه عمر الذي اعتاد ان يوثله الى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم ان لا يجد مكانا في الصف الاول ناد والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على ثمه فاني اطلب منه ان يرطف عن خديثه واكمل حينما بكيت يا سالم لا اعلم ما الذي دفعني لأقول له سالم لا تحزن هل تعلم من سيرافقك اليوم الى المسجد اجاب سالم اكيد عمر ليتني اعلم الى اين ذهب قلت لا يا سالم انا من سيرافقك انا من سيرافقك استغرب سالم لم يصدق ظن اني اسحر منه عاد الى بكائه مسعت دموعه بيدي وامسكت بيده اردت ان اسله بالسيارة رفض قائلا ابي المسجد قريب اريد ان اخطوه الى المسجد فاني احتسب كل خطوة اخطوها يقول لا اذكر متى اخر مرة اندخلت فيها المسجد ولا اذكر اخر مرة فجدت فيها لله بسجده هي المرة الاولى التي اشعر فيها بالخوف والندم الندم على ما فرقت طوال السنوات الماضية مع ان المسجد كان مليئا بالمصلين الا اني وجدت لسالم مكانا في الصف الاول استمعنا لخطبة الجمعة معا وصليت بجانبك بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا استغرب كيف سيقرأ وهو اعمال هذا ما تردد في نفسي ولم اصبح به خوفا من جرح مشاعره طلب مني ان افتح له المصحف على صورة الكهف نفت ما طلب وضع المصحف امامه وبدأ في قراءة الصورة يا الله انه يحفى صورة الكهف كاملة وعن ظهر غير خجلت من نفسي امسكت مسحفا احسست برشة في اوصاني قرأت وقرأت ودعوت الله ان يغفر لي ويهديني هذه المرة انا الذي بكى بكيت حزنا وندما على ما فرد ولم اشعر الا بيد حنونة تمسح عني ذموعي لقد كان سالم يمسح ذموعي ويهدئ من خاطره عدنا الى المنزل كانت زوجتي طلقة كثيرا على سالم لكن غلقها فحول الى دموعي فرح حين علمت اني صليت الجمعة منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء الثوء واصبحت الى عدة خيرة عرفتها في المسجد ذقت رعم الايمان عرفت منهم اشياء الهفني عن الدنيا لم افوت حلقة ذكا او قيام ختمت القرآن عدة مرات في شهر وانا نفس الشخص الذي هجره سنوات ضطرت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وانسخرية من الناس احسس اني اكثر قربا بالقسرة اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تضل من عيون زوجتي الابتسامة ما عادت تفارع وجه ابني سالم من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه ذات يوم ضررت انا واصحابي ان نتجه الى احد المناطق البعندة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية فردت في الذهاب استخرت الله واستشرت زوجتي توقعت ان ترفض لكن حدث الاس طرحت كثيرا بل شجعتني حين اخبرت سالم عزمي على الذهاب احاط جسمي بالدراعيه الصغيرين فرحا ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبير رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب اجازة مفتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بالسرعة اسرع مما تصور تغيرت عن البيت ثلاثة اشهر كنت خلال تلك الفترة اتصل كل ما سنحت لي الفرصة بزوجتي احدث ابنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت اكثر لسالم تمنيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر اما ان يكون في المدرسة او المسجد ساعة اتصالي بهم كلما احدث زوجتي اطلب منها ان تبلغه سلام وتقبله كانت تضحك حين تسمعوني اقول هذا الكلام الا اخر مرة هاتفتها فيها لم اسمع احكدها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي ان شاء الله اخيرا عدت الى المنزل طرقت الباب تمنيت ان يفتح سالم لي الباب لكن تنجئت بابني خالد الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره حملته بين دراعيه وهو يصيح بابا بابا انقبض صدري حين دخلت البيت استعدت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء تتغير فيها تعملتها جيدا انها نظرات الحظن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية الى عينيها سألتها ما بكي قالت لا شيء هكذا ردت فجأة تذكرتم من نسيتم للحظات قلت لها اين سالم خفضت رأسها ولم تجه لم اسمع حينها ثوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في اذني حتى هذه اللحظة قال ابي ان سالم راح عند الله في الجنة قال ابي ان سالم راح الى الله لم تتمالك زوجتي الموقف اجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة عرفت بعدها ان سالمة اصابته الحمى قبل موعد مجيئي باسبوعين اخذته زوجتي الى المستجفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روعه الجسم احسست ان ما هدف ابتلاء واختبار من الله احسست ان ما هدف ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى وحسست بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني كم حزنت على سالم الاعمى الاعرج لم يكن اعمى لم يكن اعمى انا من كنت اعمى حين انزقت وراء رفبة السوء ولم يكن سالم اعرض لانه استطاع ان يسنك طريق الايمان رغم كل شيء لازلت اتذكر كلماته وهو يقول ان الله ذو رحمة وازعة سالم الذي امتنعت يوما عنه اكتشفت اني يحبه اكثر اخوانه بكيت كثيرا وما زرت حزينا كيف لا احزن وقد كانت هدايتي على يديه كيف لا احزن وقد كانت هدايتي على يديه اللهم تقبل شال في رحمتك اللهم اننا نسألك التبار اشتركوا في القناة